وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه وهو الأمر الذي أشهد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم كما وجه رئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل